بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا الآن إلى الفصل السادس بعنوان الانفاق الحكومي الآن الانفاق الحكومي يعني هو ما تنفقه الدولة من المال لسد الحاجات العامة طبعا لا هدف اقتصادية او اجتماعية او سياسية او حتى ممكن تكون اجتماعية الآن اول شيء في صفحة 132 نعرف النفقة العامة هي مبلغ من المال يخرج من خزينة الدولة لسداد حاجات عامة فالآن من خلال التعريف ان النفقة العامة هي مبلغ من المال يخرج من خزينة الدولة لسداد حاجة او اعامة من خلال التعريف هللاحظ انه في خصائص للنفقة العامة فالنفقة العامة هي مبلغ من المال وليس مقدارا عينيا يعني نمرة واحد يجب ان يكون مبلغ من المال نمرة اتنين من خصائص ان النفقة العامة تخرج من خزينة الدولة يعني الدولة هي التي تدفع النفقة العامة نمرة ثلاثة من خصائص النفقة العامة ان النفقة العامة لها اهداف الهدف منها سد الحاجات العامة وممكن ان يكون هناك اهداف غير الاهداف المالية اهداف اقتصادية اجتماعية سياسية اجتماعية سياسية مالية فتدفعها الدولة لاهداف مختلفة الان في عندي في فروقات في اسفل الصفحة بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة الحاجات العامة تقوم الدولة بإشباعها اما الحاجات الخاصة فيقوم الافراد بإشباعها الحاجات العامة يستهلكها الفرد كل حسب حاجته يعني الدولة تنفق لحاجات عامة كل فرد بيستخدمها أو بيستهلكها حسب حاجته بينما النفقة الخاصة أنه كل واحد حابب يستهلك نفقة خاصة بده يستهلك ويشبع نفسه بقيمة ما يقوم بدفهم الآن في عندي أسباب لزيادة النفقة العامة في أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية لما الدولة تقوم بزيادة الانفاق العام من سنة إلى سنة ممكن أن يستفيد منها الشخص وممكن أن لا يستفيد لو الدولة الآن زادت النفقات العامة كانت تنفق في السنة مثلا مليار دولار صارت السنة البعضية تنفق 2 مليار دولار هل هذه المليار دولار الجديدة عادت علي أنا كمواطن أو كموظف بفائدة أم لم تعود عليها إن عادت علي بفائدة بتسمى الأسباب الحقية وإن لم تعود علي بفائدة فتسمى أسباب ظاهرية من الأسباب الظاهرية إنخفاض القوة الشرائية للنقود يعني إنخفاض النقود فلما الآن أخذ أنا يعني راتب زائد على راتبي يعني مثلا زاد راتبي ضعف ونص بينما زادت الأسعار ضعف ونص فبالتالي النفقات هنا بتكون الأسباب الظاهرية يعني أنا لم أستفيد من هذه الزيادة أيضا النمو السكاني يعني ممكن أن يستفيد منها فئات من السكان غير الفئات التي كانت تستفيد منها مسبقا الآن في عندي أسباب حقيقية يعني أنا بستفيد منها لما تزيد النفقات العامة أنا بستفيد منها نمرة واحد النمو الاقتصادي فالدولة لما تزيد النفقات العامة بهدف النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي الكل بيستفيد منه نمرة اثنين تطور دور الدولة الاجتماعية والتساعة نطاق مسؤولياته اللي تشمل التعليم والصحة والثقافة فالدولة عندما تريد أن تدعم التعليم والصحة والثقافة الكل يستفيد منه انتشار الأفكار الديمقراطية وازدياد أهمية الخطاع العام في إعادة توزيع الاقتصاد والاجتماعي بجانب الخطاع الخاص فالدولة لما يكون عندها شفافية وتدعم الأفكار الديمقراطية بتكون هنا الأسباب حقيقية تزايد النفقات العسكرية لما الدولة تزايد النفقات العامة بهدف دعم القطاع العسكري فهنا بتكون الأسباب حقيقية على كل حال يعني أنا بدي هنا الأسباب الحقيقية والأسباب الظاهرية على أساس لو جبنها صح وغلط أو فر أو عفوا اختار من متعدد لو خربطت لكم الأمر تقدروا تعرفوا أيضا في عندي صفحة 134 محددات الإنفاق العام يعني الأشياء اللي بتخلي الدولة إنها تستطيع إنها تزود النفقات العامة الآن نمرة واحد قدرة الدولة في الحصول على الإرادات العامة إذا الدولة قادرة إنها تزود الإرادات العامة معناته بالتالي بتستطيع إنها تزود النفقات العامة كذلك مستوى النشاط الاقتصادي كلما تحسن المستوى النشاط الاقتصادي تستطيع أن تزيد النفقات العامة أيضا ضرورة المحافظة على قيمة النقود أيضا هنا تزيد النفقات العامة بعد ذلك في عندي هذا باختصار كان الفصل السادس الآن ندخل على الفصل السابع والذي هو بعنوان الدخل القومي والناتج القومي للوهلة الأولى قد يخلط القارئ بين الدخل والناتج الدخل القومي والناتج القومي نيجي نتعرف على الدخل القومي والناتج القومي صفحة 137 الدخل القومي هو مجموع دخول الأفراد المجتمع خلال فترة زمنية معينة غالبا سنة مقابل ما يقدمونه من عناصر الانتاج لو اجد دريس الدخل القومي لكل البلد هو مجموع دخول الأفراد لو جمعت دخول الأفراد مع بعضها هي الدخل القومي في أسفل الصفحة لو حبينا نحسب الدخل القومي ممكن أن نحسبه إما بطريقة الانتاج حيث تحسب فيها القيمة المضافة أو الانتاج الصافي في الاقتصاد خلال سنة يعني ممكن أن نقيس الدخل القومي إما بطريقة الانتاج كديش زاد عند انتاج في السنة أو بطريقة الدخل حيث تحسب فيها مجموعة وائد عناصر الانتاج يعني منجمع عناصر الانتاج بنعرف الدخل ففيه عنده طريقتين هنا منقلب كده صفحة 139 فيه الدخل القومي النقدي والدخل القومي الحقيقي فيه فرق بين الدخل القومي النقدي والدخل القومي الحقيقي الدخل القومي النقدي الآن يا جماعة الدخل القومي النقدي هو مجموع الدخول أو مجموع الدخل مقاصا بالوحدات النقدية يعني بجمع الوحدات النقدية لفلوس لاندفعت كلها لمجموع الدخول اسمها الدخل النقدي لكن الدخل الحقيقي هو مجموع السلع والخدمات التي أستطيع أن أحصل عليها مقابل الدخل النقدي الآن في فرق حكينا بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي بدنا نخربط الدخل النقدي هو مجموعة دخول مقاسن بالوحدات النقدي أما الدخل الحقيقي هو مجموعة السلع والخدمات التي أستطيع الحصول عليها مقابل الدخل النقدي في صفحة 140 أي الآن لو يجينا تطلعنا وتبعنا في آخر العبارة الأولى العبارة الكبيرة أن معدل نمو الدخل القوم الحقيقي وليس معدل نمو الدخل القوم النقدي هو مؤشر تطور الاقتصاد النجاة الاقتصادي والرفاهية الاقتصادية في المجتمع يعني الآن لو بدقيس الرفاهية الاقتصادية في المجتمع والنشاط الاقتصادي نقيسه عن طريق تطور وزيادة ونمو الدخل الحقيقي وليس الدخل النقدي تمام الآن في عندي صفحة 143 التقلبات في مستوى الدخل القوم الآن في نحن ندرس الاقتصاد الرأس مالي والاقتصاد الرأس مالي بيكون متروك الاقتصاد والأسعار والأسعار السلع والأزمات الاقتصادية ويعني ما يتأثر به الاقتصاد متروك للسوق يعني لو تبع الأسعار السوق لحاله بيعمل أو لوحده بيعمل توازن في الأسعار ولو انخفضت الأسعار كذلك السوق لوحده بيعمل توازن في الأسعار لأنه ما في رقابة كافية للدولة ولكن بسبب عدم وجود رقابة كافية ومباشرة للدولة يحدث أزمات اقتصادية فبنسميها الدورة الاقتصادية وبتكون الدورة الاقتصادية بالأربعة مراحل التالية بس نحفظهم يعني نحفظ بالترتيب لأنه ممكن أجبهم لكم بطريقة الاختيار متعدد أو الصح والخلطة بس احفظوا الترتيب مرحلة الكساد مرحلة الانتعاش مرحلة الرواج ومرحلة الانتماش ما في ذا على الشرح اللي في صفحة 144 الآن في صفحة 146 خلصنا من الدخل القومي الآن سنحكي عن الناتج القومي الناتج القومي هو بتعلق بالسلع والخدمات يعني ما نقوم بإنتاجه عبارة عن مجموع السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة ولتكن سنة في الغالب في أسفل صفحة 146 قياس الدخل القومي عفوا قياس الناتج القومي نمرة واحد طريقة المنتج النهائي اللي هو من حيث انفاق الدخل وفي صفحة 148 طريقة القيمة المضافة احتساب الدخل أثناء تشكيله وهم هدول الطريقتين المشهورين مشهورة في قياس الناتج القومي نروح لصفحة 150 طبعا احنا بنحكي عن كتاب عارف حمو صفحة 150 الناتج المحلي والناتج القومي كيف الفرق بين الناتج المحلي والناتج القومي الناتج المحلي هو ما يشمل الناتج المحلي يشمل أو يشتمل على جميع الأنشطة الإنتاجية التي تتم محليا يعني دخل الأفراد والشركات يعني الدخل المحلي هو ما يتم دخله في حدود الدولة الدخل المحلي هو ما مجموعة دخول داخل حدود الدولة يعني بتتعلق بجغرافية الدولة لكن الدخل القومي أو الناتج القومي عفوا نحن بنحكي عن الناتج المحلي هو ما يتم إنتاجه داخل الدولة أما الناتج القومي هو مرتبط باستخدام عناصر الإنتاج للأشخاص الذين يحملون الجنسية داخل الدولة أو خارج الدولة الناتج القومي بتعلق بجنسية الأشخاص تمام الآن في عندي صفحة 151 قانون برضو خلينا نحفظ القانون على أساس برضو ممكن يجيكوا في الصح والغلط الناتج القومي الحقيقي بساوي الناتج القومي بالأسعار الجارية تقسيم الرقم القياسي للأسعار الكل مضروب في 100 طبعا هذا عشان يرفع إذا فيه تدخم أو ما فيه تدخم يشيل التدخم صفحة 153 بنحكي عن العوامل المحددة لمستوى الدخل القومي يعني بيخلي الدخل القومي يزيد أو ما يزيدش كمية ونوعية الموارد الاقتصادية إذا متوفر الموارد الاقتصادية بزيد الدخل القومي المعرفة الفنية بتتعلق بالتكنولوجيا طبعا كل ما استخدام التكنولوجيا بزيد الدخل القومي الاستقرار السياسي كل ما كان هناك استقرار في السياسة في الوضع السياسي يزداد الدخل القومي السياسة الاقتصادية العامة طبعا توجه ودور الحكومة في زيادة الدخل القومي خلصنا كده الفصل السابع ننتقل إلى الفصل الثامن